تعالين نروح لتاو بقى لأن التاو هو فعلا صداع في إدارة النادي الآلي وفي لجنة التخطيط في النادي الآلي وكلته صعبة جدا وصداع فراس كولر كمان لأنه هو عامل صداع لكلر هو الوكيل المدير الفني مش عايزه وكلته صعبة جدا جدا وهي تقريبا وقفت بشكل جميل أنا أعتقد أن الأهلي كان طالب عارض عليه يفسخ مقابلة 350 ألف دولار بس من مليون و200 ألف دولار وده طبعا اترفض الرقم كان قليل قوي يعني الحالي آخر حاجة إحنا وصلنا لها في قصة تاو أن النادي الأهلي عرض عرض جديد عليهم اللي هو هاتو عرض من أي نادي أي نادي مهما كان هو إيه إحنا مش عايزين فلوس خالص هنطلعوا ببلاش تمام لو جه فلوس خدوها ليكو أصلا من النادي ده خدوها ليكو اللي مش عايز النسبة تعطي بالزبط على عقد اللاعب ولو الرقم كان قليل إحنا ممكن نعمل طردية لبيرسيتاو بحيث إن هو يبقى خد جزء من النادي الأهلي مع الراتب اللي هيخدوه مع النادي ويمشي بريحنا بقى بالزبط يعني القصته إن هو عايز يمشي تاو عشان يبتدي يفتح ملف المهاجم لا وغير ملف المهاجم كمان إنت عندك معلول لسه هيقايد في هنا مش أكيد بس معلول إلي مش أكيد مش أكيد أمشي بس أنت عندك كده زيادة يعني لو بين رمضان تمت وكندوسي خرج هيبقى عندك زيادة واحد في الأجانب تمام فلسه موضوع المهاجم ده بالمناسبة يعني ممكن يتم عليه التحايل عليه بأشكال تانية مختلفة مهاجم بقى تحت السن مهاجم فلسطيني عندي فيها تفاصيل بس مش وقتها أو مش تفاصيل أو يعني أزالك حلول للأهلي بس مش ده وقتها أن احنا نتكلم فيها لكن هو أهم حاجة الأهلي عايز يفضي في المكان بتاعته بالزبط هو عايز لا إن هو فعلا عامل مشاكل وقلق وخلاص وهو ما بقاش مرتاح في الفريق ولا بقى المدير الفني مرتاح في بودو يعني ولا هتقدر تستغله بشكل كويس عموما حتى لو كمل معاك الموسم اللي جاي يعني يلا نروح للدبيس بقى ونروح لكوكا وعرض ريو آفي البرتغالي الكوكا والدبيس أعتقد جاي العرض من بلجيكا صح؟ بالزبط هو كنتكلمنا عليه مع بعض سوا الحقيقة أن العردين اترفضوا نعم كوكا فنيا كولر مستحيل يستغنى عن اللاعب تماما يعني كوكا فريق أول في نادي الأليو بلعب منتخب مصر كابتن حسام من ساعة ما مسك بياخد كوكا منتخب أول والراجل اللاعب كويس أول والراجل اللاعب أولمبياد يعني صعب إلا إذا كان مبلغ مغري كبير بقى بقصة تانية بقى بقصة تانية طبعا الأهل يسيبه طبعا لازم يسيبه كريم الدبيس كمان العرض بتاعه اترفض هو كمان وبالتاليه وردو الأهل في احتياج لكريم الدبيس ده ده اللي أنا بتكلم فيه مين احتياطي يحي عطيت الله مفيش مهودة بقى الأول كولر كان بيرمي على كريم كريم ربنا يشفي فيه عمر كمال وبرضو عمر كمال لا مش بتاعته مش بتاعته يعني عمر يمين هايل عمر يمين هايل هايل ولعب كبير جدا في مركزه كباكي مين لكن الشمال مش بتاعته بصراحة بالضبط أنا شايفة أن استمرار كريم الدبيس مع الفرقة أصبح حاتمي وضروري طبعا 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 هو لعب كويس والله إحنا شفناه مع المنتخب الأوليمبي هو يمكن لو أخذ فرصة وسمع كلام المدير الفني في الحاجات اللي بيطلبها منه ممكن نشوفه الموسم اللي جاي يعني كولر قناعاته مش سبتة يعني إذا ده العرضين اترفض الاتنين اترفضوا خلاص الاتنين بكملين بشكل عادي جدا في النقاط أوكي وبالمناسبة كان بالنسبة لإبراهيم عادل كمان عرض رينجرز اترفض طبعا اترفض المقابل ما دي بتاعه قليل جدا فترفضت طبعا جلاس كرينجرز اه اه يبقى كده نبدأ اتكلم في عرضين انجليزي وواحد بالزبط اه واحد اسباني بالزبط كده اوكي